ركعتها ألفزة خير من الدنيا وما فيها لا نظر أي شيء سبب أو عنصار محفز أو لماذا؟ كبرمن هذا النص صافي سالينة لكن تقول ما لديه هدف وماذا سنفاق ندير؟ وماذا سنفاق نديره بكريه؟ نديره في العسرة الصباح أو في نصف الليل ركضي عتي حاجة كبيرة أصحبي ولا تتقنش مع أي حاجة تشوف عينك ولا هدفك تحلم به ولا خدمك تتمنىها ولا شخص تكون معاعد وزيد شيء في بالك وأي ناجح تريد أن أصليه وماذا تخيلتي الحجم والوزن ديالها؟ ما الذي تكون ناعس ولم عمرت تليفون باش تفاقه هو كيصوني وانت ما قاد تتنود فتفكر هذا السبب واتمعنا فيه مزيان وبالله هدك ناعس ولم راحة التي تقلب عليها فيه هدفها غير مزورة ومزينها لك الشيطان ومن نفس ديالك احتلين غدي تبقى هكا احتلين غدي تولي عندك عادة وحقيقة ماشي غير بغير ندير وندير وما تنساش إن الله لا يغير ما بقومين حتى يغير ما بأنفسين ويقول هل أنك مدرب أمريكي ولا رجل أعمال يهودي عادت نوت تبغي تديرها وهمت يفقوا بكري باش تكون عندهم الانتاج في اليوم ديالهم ويحافظوا على صحتهم وعلى عقلهم فحنا أولى منهم باش نفقوا بكري حيث كنا في الدين ديالنا وفاردة عظيمة نضيعها والمزايد ديالها كبار وكبر من هالدنيا والعالم اللي كتشوه بعينيك لكن تقدر سبب صحابك يبقى دينك بالليل ولا عائلتك خصك تبقى وغالسوا مقصر معهم ولا فلان وفرتلان يجب أن تتميصر جمعه فرع طاعات المخلوقين ثم أصيتي الخالق وكذا صحت راسك